بإنتاج موسمي كبير تغطي مزارع الموز بقرية البلاطة الغربية في ريف محافظة ترطوس معظم طلب المنطقة من فاكهة الموز بأصنافها المتنوعة على الرغم من صغر مساحتها الجغرافية إلا أن مزارع الموز في قرية البلاطة الغربية بريف محافظة ترطوس نجحت بأن تكون من أكبر مصادر الدخل في الساحل السوري وبإنتاج موسمي متنوعة الأصناف إذ تغطي حاجة أصحاب المشاريع الزراعية التجارية بتزويدها المستمرة لهم بأجود أنواع الشتول جاهزة للزراعة كما أنها تقدم خدمات المراقبة والعناية للأصناف بعد تقديمها للمشتري أيضا الأساسية التي نحن نقفل نوعية الشتول حسب الشخص موز، موز، جراند نان، جراند بي حسب الصنف الذي يريده المزارع وعلى أساس أننا نقفل العقد بين المزارع وكفالة بهذا الموضوع بحيث يكون أنه جميع الأنواع العوامل النجاح موجودة عند المزارع بلشنا مشروعنا نحن وعينا على الدنيا عندنا موض الفكرة أنه من خمس سنين وللحل صار عندنا الزراعات التقليدية ما عدت بقى جابت تكلفتها تكلفت إنتاجها فنحن توجهنا بقى للزراعة اللي كانت عندنا ياها قديمة اللي هي زراعة الموت بحكم أنه هي زراعة خلال 8 شهور بتأنتج وإنتاجها بالنسبة للسعر في جودي اقتصادي كثير كويسة يحتاج هذا النوع من الإنتاج إلى المراقبة والعناية المركزة تيلة العام قبل تسليمها للشاري لضمان الجودة خاصة وأن المنتج يتعامل مع أصناف وأنواع عديدة من فاكهة الموز كصنف الجراندنان وصنف الموز الإسباني القزمي بالإضافة إلى صنف الموز الإسباني العادي التي تتطلب عناية تختلف من صنف إلى آخر بالإضافة أيضا إلى مراقبة الإنتاج التي يطلبها الشاري والمستثمر من المنتج بعد التسليم صبات أوزار الحمراء نحن بنكسرها بعد 7 أو 8 مشوات تفليت زهر هذا الزهر بيفلد بسبب فشل التلقيح لأنه كاستطاعة إنتاجية للجراند بيوصل من الـ 14 مشوط لحد الـ 18 مشوط حسب بقى العناية ووقت الطرح ووقت الطرح كثير بالعب دور لأنه الموز بده دفع ورطبي ووقت الموز يطرح بالشتوية غير ووقت الموز يطرح بوقت الصيف ووقت الصفو وأفضل ووقت الطرح نظراً للجدوى الاقتصادية التي يقدمها الاستثمار بمزارع الموزي نجحت منتجاتها بأن تحتل أعلى نسب المبيعات في الأسواق المحلية في الساحل السوري خاصة لتصبح المنافسة الأولى لإنتاجات الأخرى كإنتاج الفواكه الاستوائية من تلك المنطقة